للمزيد عن هذه التطورات السياسية الداخلية في المغرب ينضم إلينا من الرباط مفدنا عبد الرحيم الفارسي إذن ماذا يعني هذا التحالف الثلاثي عبد الرحيم سواء في الحكومة في البرلمان في المجالس البلدية والجهوية هذا التحالف يعني من جهة انقطع الطريق على أي إمكانية لوصول أحساب أخرى خاصة حزب العدالة والتنمية الذي يصنفه على الأقل حزب الصالة والمعاصرة بأنه خط أحمر ولا تحالف معه في أي مكان ولا مجال المسألة الثانية هي الإشارة إلى أن يتمهيد لأن تكون المجالس البلدية والإقليمية والجهوية مجالس مساندة في أرض الواقع لأي تحالف مستقبلي يتألف من هذه الأحزاب وتشكل على أساسه الحكومة المقبلة الإشارة الثالثة هو أن هذه الأحزاب متقاربة في برامجها على الصعيد المحلي والإقليم والجهوي وبالتالي ليست هناك عراقي الكبرى قد تعوق تحالفها لتشكيل أرضية برامجية بينها لدخول في الحكومة المقبلة هذا يؤشر بوضوح على أن الحكومة ستتشكل عما قريب وحزب الأصالة والمعاصر الذي حصل على المرتبة الثانية في مجلس النواب قال في بيان له أنه أسند لرئيسه أو أمينه العام عبداللطيف وهبي صلاحية التفاوض باسم الحزب من أجل تشكيل الحكومة بالمقابل حزب العدالة والتنمية عقد مجلسه الوطني صباح اليوم بطريقة التناظر عن بعد ولم يتوصل إلى أي شيء سوى حسب ما رشح من داخل الكاوليس هو أنه اتفق على عقد مؤتمر استثنائي له تكون في هذا المؤتمر محاسبة للقادة الذين أوصلوا الحزب حسب رأيهم إلى ما وصل إليه أو ربما أوصلوا الناخبين إلى معاقبته بذلك تلك النتيجة التي خفضت مقاعده في البرلمان من 125 إلى 13 فقط شكرا جزيلا لمفادنا إلى الرباط عبدالرحيم الفارسي